أكد محافظ محافظة أبيان لوار ركن أبو بكر حسين سالم على أهمية إعادة تشغيل مصنع الزيت بمنطقة الكود لما له من أهمية بالغة في رفض السوق المحلية بأجود أنواع الزيوت الصحية الذي ينتج من بذور القطن جاء ذلك خلال زيارته إلى مصنع الزيت في محلج القطن بمنطقة الكود مديرية خنفر برفقة وكيل محافظة أبيان حسين الجنيدي في زيارة قام بها إلى مصنع الزيت في محلج القطن بمنطقة الكود مديرية خنفر أكد محافظ محافظة أبيان لوار ركن أبو بكر حسين سالم على أهمية إعادة تشغيل المصنع لما له من أهمية بالغة في رفض السوق المحلية بأجود أنواع الزيت الصحية الذي ينتج من بذور القطن خلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل المحافظة حسين الجنيدي اطلع المحافظة على سير العمل في المصنع مجتمعا من مدير المصنع فتح حيدرة حمود على أهمية الخطوات والمراحل التي تمر بها بذور القطن والتي تعتبر من أجود أنواع الزيوت في بلادنا طبعا المصنع الآن نشقال إلى 24 ساعة بدون توقف عملنا يكون ثلاث نوبات تشغيلية المحصول طبعا في اليوم تقريبا يوميا إلى قوة الانتاجية يوميا 2800 لتر زيت و21 ألف كيلو علف حيواني محافظ محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم أشهد بجهود قيادة المصنع مؤكدا استمرار دعم المصنع وإعادة تشغيله بتمويل من السلطة المحلية باعتباره ثروة قومية داعيا رجال المال والأعمال إلى الاستثمار في محافظة أبيان التي تتمتع بثروة وطنية منها القطاع الزراعي والسمكي والسياحي والقطاع الصناعي لافتا استعداد المحافظة إلى توفير الأجواء المناسبة لضمان نجاح الاستثمار رافقه في زيارة مدير عام الصناعة والتجارة سالم المعلم ومدير عام الاستثمار عبد المجيد الصلاحي وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية في محافظة أبيان لقناة عدم فضائية وضح شليلي أبيان